12 ألف مغيب وآلاف العوائل المفجوعة بالاختفاء القسري لأبنائهم والحكومة والقضاء العراقي ما يتعامل بجدية مع هذا الملف المبهم الشائك السري اللي مضى عليه أكثر من أربع سنوات دون أي توضيح أو تحقيق أو أي نتائج ملموسة برد قلوب ذوي المفقودين أو المعتقلين أو حتى اللي انقتلوا أو اندفنوا في مقابر مجهولة ملف المغيبين ما يزال الملف الأكثر تعقيد بالعراق بسبب عدم وجود أي معلومات عنهم 2800 مختطة فقط من ابناء الأنبار ما زالوا مغيبين فضلا عن آلاف آخرين غير مسجلين بالسجلات الرسمية من جهة ثانية أشار التقارير لجنة حقوق الإنسان النيابية إلى أنه ملف المغيبين بالعراق بات يتضخم مع اكتشاف أعداد جديدة من المختطفين اللي صنفوا كمغيبين بعد مرور خمس سنوات على اختطافهم وبيّنت أنه هناك 12 ألف إلى 15 ألف مغيب في مخابئ وسجون سرية ودعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية للتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتحديد مصير المفقودين وأماكن وجودهم وإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم وتحديد المسؤولين عن عمليات الاختطاف والقتل ومحاكمتهم ورحبت بمشروع القانون الخاص بحالات الاختفاء القسري المعروف حالياً على البرلمان العراقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد مؤخراً أول قرار إليه على الإطلاق بشأن الأشخاص اللي أبلغ عن فقدهم أثناء النزاع المسلح حيث يدعو هذا القرار المرقم 2474 أطراف النزاع المسلح بنشاط إلى البحث عن المفقودين والحفاظ على التواصل مع أسر المفقودين وانتشال الموتى وتسجيل خريطة مواقع الدفن وتسجيل واختار عائلات المحتجزين ذوي الضحايا ما حصلوا على أي إجابة واضحة عن مصير بنائهم برهم طرقهم للأبواب الحكومية سواء بالأنبار أو الموصل أو صلاح الدين أو ديالة وأبواب الأجهزة الأمنية والجهات السيادية بالعراق من دون الحصول على أي معلومات عن مصير المختطفين اللي مضى على تغييبهم أكثر من خمس سنوات